بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته دعاء يوم السابع والعشرين اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر وقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعبادها الصالحين ليلة القدر وعمل ليلة القدر وابقاء ليلة القدر ان الله عز وجل تقبل منا في الليالي الماضي قيامي في هذه الليالي وخاصة بعد عندي يومين ثلاثة بتخلص الايام فلهذا السبب هذا القيام مهم رزقني فضلها فضل بالقيام بضل ولا بأس إذا كانت فيه عند ليلة القدر يعني هي التي خير من ألف شهر أعمال بعدها نعمها ماشي نحن بنسأل أكتر من هي انه خلي ليلة القدر وشهر رمضان عندك بكل عمرك مش تروح بليلة معينة وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر إن مع العسر يسرة يعني العسر اللي التعريف واحد يسرة جاي نكرة إن مع العسر يسرة فإن مع العسر يسرة بيقول دايما بالحديث عسر لا يغلب يسرين لأنه اليسرة ما بيكون منكرة مفتوح منوى أكثر من أمر بيجيك من حيث تحتسب وحيث لا تحتسب بهذه الأمور إن شاء الله واقبل معاذيري لأنه خلاص أنا توبتي هلأ بدك تقبلها مع أنه إذا بعد إذا يوم يومين توبتي هلأ وحط عني الذنب والوزر الله بيقبل معاذيري بحط عني الذنب والوزر لأنه الله عز وجل غفر لي وعفى عني لأنه رؤوف بعباده الصالحين هالشرط الأساسي لازم تلتفتوله عباده الصالحين عباده الصالحين كن عبدا صالحا العبد الصالح هو الذي أطاع ربه وترك ذنب إن شاء الله واستغفر لذنبه ولم يعصي ربه أبدا طرفة عين أبدا وإذا وقعت أي معصية استغفر ربه وتاب إليه رأسا بعد التفاته لأن هذه معصية بهذا نكون عبادا صالحين يا أخوان بيئينا كم يوم يا يومين يا ثلاثين بس إياكم ثم إياكم أن نقصر فيها ونحيي الليالي ليلة القدر تبقي فيها حتى آخر ليلة في هذا الشهر الكريم والحمد لله